عايز عايشي? عايز الجافة? نعم رجلي ابدا. لا عادي عادي عايش عايش. عايش حتى اول رزق تع перبره. اللهم ص culinary. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. شباب انا مقضي يوم والله العظيم على صرف المزرعة. عايز نقول لكم طلع عيني. فاتطرنا طبعا عشان سعيا للرزق ان احنا نصبر. ربنا كريمني بها. سامكة ان شاء الله. الله اكبر يعني اظن ان هي ايه. مع الديك كيلو. ده خلال المغرب واكلة. على فكرة السمكة دي من رغم الحجم بتاعها. الا انها ايه? كانت واكلة. بس ايه? مش رادي تتحرك يعني. ان شاء الله لكوتي الا بالله. كان برضو مع الصبر ربنا كريمني بواحدة تانية. موا جماعة. einشاء الله دي اختها. iat الله اكبر. يعني يد بالصبر برضو. اشاء الله اكبر. يعني يد بل الصبر برضو. اشاء الله اكبر برضو. يعني يد ايه. يد بالصبر برضو. ايشاء الله الاكبر. دورا استراجتها يد بالل digamos سمك عادلة. الله أكبر يعني. كده حتتين على البركة. كده حتتين على البركة والحتة دي. الحمد لله ربنا استرى معي على اخر الايه? على اخر الطلعة. الاكشن كان جميل جدا بس الاسف ما عرفتش نصوره. نسلكوا الحتة الثانية دي. ونورها لكم ايه? في الجرباندية ايه كمان. السمكتين جنب بعض عمت يا جماعة. ان شاء الله لكوت الا بالله. هم يعني ربنا رضاني بعد طول انتظار وصبر اعلا بي الله ربنا. طبعا السيدة دي يا جماعة من اربعة الفجر لحد تمانية المغرب. تلات سمكات دوق. عشان الناس اللي هيبتوا ملعوفة عن المكان. تعرف ليه احنا ما نقولش عن المكان. بس الحمد الله يعني عوض من ربنا. الحمد لله والشكر لله. تحاتي ليكم الفيديو ده بس ده تمسية. عشان نحسسكم بس ان احنا موجودين يعني. وربنا كريم. ما شاء الله لكوت الا بالله ترجية جديد ليه السنة دي. في اوزان البورتي. حتى دي ما شاء الله معديها الكيلو. تقريبا دخلة في الكيلو ونصف. حدة الثانية ديت في حدود الكيلو. ما شاء الله لكوت الا بالله. انا سعيد طبعا من رحقت الاوزان دي. اعتبر اول مرة نخدها. خد نخد سمك معدي الكيلو. فالله كريم مع ان الرحلة كانت صعبة. بس الحمد لله وشكرا في حياتي.